وانت بتقولي الشغل ان عندهم ناحية مين اكتر لكن ناحية الشمال اللي هو ناحية محمد هاني بس خليني اقولك ان هاني كان علامة استفهام كبيرة جدا مفروض واحد جاي بيلعب منتخب مصر باكرايت منتخب مصر اساسي في البطولة افريقيا مبعدش عن المتشاط خالص ومحصلش ضغط متشاط لان احنا لعبنا اربع مبارات في حوالي 21 يوم بس هزولك حاجة احمد معليش انا معاك ان هاني بقى له فترة بعيدة بس هو ما اكملش المعلومة لا انا اكملك بس وفي مشكلة ان انت محدش بيساعد هاني يعني انت محدش بيرجع معاها محدش بيغطي معاها يعني حتى انت لما بتلعب اتنين دفندر المفروض في دفندر بيميل ناحية تاني يمكن دي محد يمكن هاني كان بيروح عليه اتنين وثلاثة انا ما اتطفق معاك ان هاني بقى له فترة سيئة او مش على المستوى ويمكن احنا قلنا اتكلمنا كتير ان انت اقرم كريم فؤاد كريم فؤاد بيقديها بالشكل جيد وانت مش محتاجه يبقى في الحتة اليمين انت عندك الوقت عندك في الطرف عندك بقى ثلاثة واربعة لانت لو لعبت كريم فؤاد في الحتة البقرية دي هيقديها بشكل جيد وبيعمل الناحة الوجومية كويسة لكن انا بكلمك يبقى فيه مساندة دفعية لما انا بهاجم زي ما بدافع لا خلي بالك كمان فيه حاجة في النادي الهال يا فاروق لا ممكن حصلت كمان اممكن احمد قالك يمكن انت كلعب كورة بتحسها انت مبارح كان الخطوط قريبة من بعض ودي كان ما شفناش في ماتش بروسداد تحس ان الخطوط مقاربة فيه ضغط بتلاقي ضغط بشكل كبير من امام عشور وكان الحاج مودست وبعدين برستاو وكان بيعملها بشكل كويس حسين الشحك وحتى كمان كان ياسر إبراهيم اللي انا بعتبره من افضل المدافعين الموجودين في مصر حاليا لرجولته اه طبعا من رجولته والنهور ده بتاخد الناس وتطلع لكن في بعض الاخطاء فيه لكن كانت قليلة عن ماتش بروسداد منع مأثر ولا مش في حالته لأ منعم لازم يوعد لأ لكن حظه كويس منعم مأثر مأثر لا فيه إعمال لو مش في حالته احنا بنشيد بنشيد بعب منعم كتير يا فاروق سردباك كويس جدا وكمان هو فيه تجانس او تفاهم بينه وابن ياسر إبراهيم لكن انت لعيب دولي انت لعيب كبير الغلطة بتاعتك بحسوب عليك يمكن احنا انا وانا بتفرج انا شفت ان فيه لأ فيه إهمال وفيه استهتار من محمد عب منعم الفترة دي ان انت لازم لأ نقطة قرصة ود ان انت لازم تقعد لو عاست احترف ما فيش مانع ان انت بتفكر في الاحتراف وده مستقبلك وربنا يا كريمك لكن في الملعب لازم تأدي وما يعني ايه ما يبقاش عليك نجد كتير جدا خصوصا ان انت عندك كمان مدير فني لمنتخب مصر مش هيجامل حد على حسابه او على حساب منتخب مصر اشتركوا في القناة